الحمد لله رب العالمين واضح الصلاة اعتمد تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ازمعين اللهم اخرجنا ليه بنات الوقت واكرمنا بنور الفان وافتح علينا بمعرفة العلم وسهر اخلاقنا بالخلق واجعلنا ممن يستمعون القول فاعتبهون رأسنا وبعد فهذا هو ضرف الثامن بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين بالامام النوائد رحمه الله تعالى ونفعنا به وقد وصلنا الى اول باب المجاهدة وكالعادة يبدأ الامام النووي الباب بآيات تتعلق بالموضوع ثم يتبه هذه الآيات بالأحاديث الواردة في موضوع الوارد يذكر لنا الامام النووي الآيات التالية في موضوع المجاهدة قال الله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدِي فِي الْمَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمِفْسِمِينَ وقال تعالى وَعْبِدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وقال تعالى وَالْكُلْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَنْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا أي انقطع إليه وقال تعالى فَمَنْ يَعْنَى الْمِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُمْ وقال تعالى وَمَا تُقَدْنِي لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدِيهُ هُمْدَ اللَّهِ هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيْهِ صدق الله العظيم ثم بدأ بعد ذلك لسلب الأحاديث المتعلقة بالموضوع نقف أولا عند هذه الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع موضوع الزهاب والمجاهدة تلاحظون بشكل بيّن أن شيئا من هذه الآيات لا علاقة له بالمعنى الذي يتبادر إلى أبهان كثير منا للمجاهدة وهي القتاب فليس في شيء من هذه الآيات تنويه أو ذكر للقطاب وإننا تتحدث الآيات التي أصغينا إليها عن شيء آخر وهذا الشيء الذي كبير هذه الآيات على نحواره هو يتلخص في بذل الجعب في تذكية النفس وتصعيدها إلى مستوى الرضا عن الله عز وجل وإلى مستوى رضا لله سبحانه وتعالى عنه هذا ما تعنيه كلمات الجعاب في كثير من آيات الكتاب النبين وفي هذه الآيات التي استشهد بها الإمام الموعد رحمه الله تعالى وهذا الشيء الذي أقوله يقتدين أن نعود فنمحص المعنى الأساسي من الجعاب والمزاعدة في كتاب الله عز وجل بل في شريعة الله سبحانه وتعالى بصورة عام هذه النقطة الأولى التي نبدأ بها كل عمل يقوم به الإنسان من الأعمال الظاهرة التي تتجلى في النهود بيازبات اجتماعية يتحقق من خلالها معنى الإسلام في مظهره الاجتماعي ومن ذلك ما يسمى بإقامة المجتمع الإسلامي والتهيئ له وحشب الناس له وتطبيق الحكم الإسلامي ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن حظيرة الإسلام وتقليل مخالب الذين يريدون أن يسيقوا إلى دين الله عز وجل كل هذه الأعمال أيها الإخوة لا يمكن أن تنهد نيوبا صحيحا ولا يمكن أن تتحقق بشكل نذيذ وبنية سليمة صافية عن شوائد إلا إذا قامت هذه الأعمال على أساس أصدق منه وعلى قاعدة أصدق وأخطر منه هذه القاعدة هو مجاهدة الإنسان نفسه إذا لم ننهد في واجباتنا الاجتماعية الإسلامية من قاعدة أصبق منها وأساس قبلها ألا وهي مجاهدة النفس إذا لم نفعل ذلك فإن الأعمال الفرعية الاجتماعية الأخرى الظاهرة لا يمكن أن تتحقق على نحو سليم وإن ظهرت برأي العين فلابد أن يفتل فيها زغل ولابد أن تتسلل إليها شوائد ولابد أن تتلوم هذه الأعمال بألوان من حجوب النفس ورغاء بالذات والعصبية للهيئة تطعب ولكن ما الضمانة إذا أردت أن أقوم بالواجب الاجتماعي والجهاد في معارض القتال في سبيل الله عز وجل ما الضمانة إن نهبت بهذا أن تكون أعمالي صافية عن الشيائف لا دخل لحضوظ النفس فيها لا تتسلل العصبيات إليها دمانك ذلك أم أربي نفسي أو يلا وتربية النفس هي المعني بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينا أرسل لنا يعني المعني بقوله عز وجل يجاهدوا في الله حق جهاده هو صباكه بل هو المعني بكثير من كلمات الجهاد لا كلها كثير منها الواجب في كتاب الله عز وجل والغريب الذي تلاحقون أن الإمام المعني ما شاق لنا إلا آية واحدة من الآيات التي فيها ذكرا لكلمة الجهاد والمجاهدة في عين أن البعض هو باب المجاهدة فقط الآية الأولى أما الآيات الثانية فليس فيها ذكرا لكلمة الجهاد النهائية مثل قوله عز وجل وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يبقى اسم ربك يتبتل إليه تبتيل والآيات الأخرى التي أصغيتم إليها ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن الإمام المعني يفهمنا أن كلمة الجهاد في كتاب الله عز وجل تعني أولا وبالذات أن نقبل الإنسان إلى نفسه فيزكيها من أعبارها ويطهرها من رعونتها ويصفيها من الشوائب ويصعد بها كما قلت لكم إلى مستوى ربا عن الله عز وجل وحكمه ومستوى ربا الله سبحانه وتعالى بالتالي عنه وإذا علمنا هذا فلنعلم أيها الإقوة أن أصعب نوع من أنواع الجهاد هو هذا النوع أصعبه على الإطلاق وأشقه على النفس هذا بالإضافة إلى أن هذه المرحلة من الجهاد تمزل قائدة الهرب يعني هي أوسع أساس من أسس الجهاد أما الجهاد القتالي فهي ينثل قمة الهرب أي ينثل أضيق مساحات الجهاد بمعنى أن الجهاد الذي هو مجاهدة النفس كل إنسان كل عزل كل امرأة حاكما كان محكوما عاميا عالما جاهلا أمنيا تاجرا وضفا أيا كان مكلفا بأن يدخل في بغيادة هذا الجهاد هذا الجهاد قائدته واسعة جدا جدا تشمل كل من قال أنا مسلم أنا مؤمن بالله عز وجل هذه النقطة الأولى هذه النقطة الأولى ينبغي أن نتبينها بشكل جيد النقطة الثانية عندما يؤمرنا الله عز وجل بمجاهدة النفس أي تزكيتها أي تزكيتها أعطانا الدواء الذي إن استعملناه تحققت هذه التزكية ما هو هذا الدواء أول موع من أنواعه الدخول في حظيرة الإيمان بالله عز وجل هذا أول موع من أنواعه بعد ذلك ممارسة الطاعات والعبادات التي تغذي هذا الإيمان يتزيب من صلابة جزعه في العقل وفي القلب والمجداد ثالثا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من مراقبة الله عز وجل رابعا صقم الإنسان ثمه عن الحرام لا يأكل نقمة من طعام محرم طبعا تحدثنا سابقا عن معنى الطعام المحرم وأنواع المحرمات لا أذكر بالكرام الذي قلت الآن ذات ولا أعلم ممارسة هذه الوظائف هي الدواء التي قم تعهد الإنسان نفسه بها صفت هذه النفس عن الشوائد وتذكت يرتقت إلى الصعوب الذي تكلمنا عنه والحديث الآن ليس عن هذه العلاجات والإطالة والعبادات وذكر الله ومراقبة الله هذا مجاله سيأتي إن شاء الله لكن الذي أريد أم أقيله إذا تعهدت نفسي بهذا كله فدائما جلست أذكر الله وإراكده وأخذت دائما بمبادئ العبادة التي شرعها الله وانقطعت لها يتبتلت كما أمر الله عز وجل يتبتلت نفسي عن المحرمات يستمر الأمر بي على ذلك ربحا منزما ما الذي سأنتهي إليه إلى أي درجة تكسامى نفسي هل تصبح نفسي فيما بعد تاهرة عن الشوائط بمعنى أنها تغضي ملائكية في طبعها تتقذز من المحرمات وتشمئز من المودقات وتبتعد عن كل مظاهر الدنيا التي نهى الله عز وجل عنها خمسة أصعب بنفسي إلى هذه الدرجة إليه هذا المستوى ميؤوس منه وأخذ أني بقق في المعنى الذي أقول لو أن الإنسان بالمجاهدة ارتقى ثم ارتقى ثم ارتقى إلى هذه الدرجة فمعنى ذلك أن المجاهدة التي يتحدث عنها إيمان الميؤوس ليذكر لنا هذه الآيات القرآنية تخرف الإنسان من بشريته وتجعله ملكا من الملائك ولا ليس في سنة الله عز وجل ولا فيما ألزم به نفسه لذاته العلية أن يفرج أحدا أحدا من البشر عن دائرة بشرية سيظل هذا الإنسان بشرا ولكن ما الفائدة التي سيجليها من يراء هذه المجاهدة والأخذ بهذه العلاجات التي تكلمنا عنها الذي سيستفيده أن هذه النفس تخضع للرغبة والرغبة الآتيين من قبل الله عز وجل تظل النفس مشرائدة إلى الدنيا تظل راغبة فيما كانت ترغب فيه تظل تأتي إلى ملازها ولكنها في الوقت نفسه تخضع لسلطان الترغيب الرباني وسلطان الترغيب الإلهي ففي الوقت الذي تشعر فيه بحنينها إلى المحرمات والمدقات تنهى صاحبها عن الهنوذ فيها لأنها أصبحت مستبضة بمقالف الترغيب الإلهي والرغائب في الوعب الرباني الذي يعد الله عز وجل به عباده هذا هو الأمل الذي يرقى إليه الإنسان ولأوضع هذا المعنى بشكل تفصيلي أكثر أقول الكلام الذي سبق ألفه في أكثر من مناسبه الإنسان تلافي التركيب مركب من هذا القفص الجسدي ومركب من غرائز حيوانية هي التي نعبر عنها في هذا المقام بكلمة نفسي الغرائز الحيوانية التي تعتبر قاسماً مشتركاً بين الحيوانات العجماوات يدين الإنسان حب الطعام حب الشراب حب الملاذ الجنسي المختلفة أن يكون إلى كثير من الشهوات التي تعرفون والشهرة والتكبر والحسد والبغائم هذه كلها عبارة عن مشاعر ومعاني تتمثل في الغرائز الحيوانية التي ركبت فيها المعنى الثالث الذي يتكون منه الإنسان الروح هو قفص جسدي غرائز حيوانية سر روحاني هابط إليه من الملأ الأعلى هذا السلم لا نعلم عنه شيئاً إلا أننا ندرك أنه ينعكس إلى الدمار فيكون وعياً ينعكس إلى العدر القلبية فيكون مجداناً وعواطف يسري إلى الخلايا لأجباء الدم فيكون شعوراً هذا السلم اسمه روح وهذه الروح لا تعلم شيئاً من هذه الغرائز وإنما تظل في حنين دائب إلى العالم العلمي الذي هبط فيه كنت قد شرحت هذا في مناسبة مرت لا داعي إلى مزيد من التفصيل في هذا المقام أعود وأقف عند الغرائز الحيانية التي هي داخلة في تركيز الإنسان يجب أن لا يتجزأ من؟ كيامه هكذا شاءت سنة رب العالمين الإنسان هو هذه الأركان الثلاثة فلو أن الإنسان تذكى لم يتذكى اتبع سنة صراط الله انحرك وشرب عن صراط الله عز وجل لابد أن تبقى بشريته كما هي وكنكم لعلكم سنع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره اللهم إني بشرا أنفق في الغدب والرداء فمن لأنتهم فجع اللعنة رحمة الله هذا كلام المستفى عليه الصلاة والسلام ثم قرر هذا المعنى مرة أخرى بمناسبة ثانية عندما أقبل إليه بعض المتخاصمين فقال إنكم تختصمين إليه إلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على محي ما أسمع فمن قبلت له من حق أخيه شيئا فإنما هي كفة من النار فليأخذها أي ليدعها أما الحديث الذي قبل قال في المعنى الذي أقيله وهي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هياه اتبعا لما جئتم إليه فهي حديث بعيد لم يصح ولا يصح معناه أيضا في هذا السبب لأن ما في إنسان أين كان يصبح هياه طبعا لما جاء من عند الله عز وجل بالتكلف يصبح لكن بالطبع لا يصبح يعني الإنسان يظل إنسانا يظل يريد أن يأكل أن يشرف أن يجمع المال فظل نفسه طاف إلى الراحة والمعين والدعا نعم يمدع فطاف نفسه للمذيع وتطرب لذلك لذنب فيتأذى من الذنب وقضى شأن النفس إذن الجهاد ماذا يصنع بهذه النفس فذا كان هذا هو شأنها وهذا هو وضعها الدائم الأمر هنا يفرق بين حالته حالة تكون النفس فيها متطلبة لهذه المتطلبات الحيانية ثم إنها تتمرد في سبيلها وتجمع اتغاء الوصول إليها وتتأذى على صاحبها وتتغلب عليه هذه حالة هي الحالة التي ينبغي أن نتحرر منها الحالة الثانية أن تشعر النفس بهذه الرغائد ذاتها وأن تطمع يتطمح إلى هذه المتطلبات ولكنها تذكر الخالق سبحانه وتعالى رغبا ورهبا تذكر ما يرغبها الله عز وجل فيه من الصبر يا المثوبة عليك وتذكر ما يخوتها الله عز وجل به من عقاب يا المآل الذي ستنتهي قطعا إليك هذه النفس في هذه الحالة تستبغ بهذا الترغيب والترغيب فإذا استبغت آترت ربا الله عز وجل على حاجاتها آترت حب الله عز وجل على حبها هي من تغياتها يا من هنا يتحقق معنى الجهاد وإلا فأين يكون الجهاد يا الجهاد باقب إلى الموت وهي معنى قوله جل جلاله يعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هنا هي الموت وليس اليقين كما يقول بعض الجهال أو بعض الدجالين من أنه العلم اليقيني بالله والإيمان المتربع على عرش الفئة لا اليقين في القرآن هو الموت بذليل قوله عز وجل على لسان بعض الملائكة وهم يتساءلون مع فتئة من الكافرين يوم القيامة ما سلككم في سقر قال لما كنا المسلم ولما كنت عني المسكين وكنا نحوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أو حتى أتانا الموت هذا اليقين الذي أريد به الموت هنا هو اليقين في قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومعنى هذا الكلام أن النفس تظل هي النفس يتظل من طوية على زغلها يتسرئب إلى الشعيات والأهواء كما قلت لكم لكن النفس التي ذكيت تساعد فوق هذه المبتغيات وتعالق أمر ربها عز وجل مؤسرة سلطان الله سبحانه على رغائه أن النفس التي لم تتذكى فليس أمامها ما يرجح ويتغلب على شعياتها وآهوائها ولذلك فهي تجمح بصاحبها اتباء الرسول إلى هذه المحرمات ينظروا في هذا إلى قول الله عز وجل زين للناس زين للناس حب الشعيات من النساء يالذنين يالقناطين مقنطرة من الذهب يالفدة يالخير المسيومة يالأمان يالخف هذه سنة رب العالم ذلك متاع الحياة الدنيا يالله عنده حسنه مقاب قل أينبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجون من تحت الأمهار وأزواج مطهرة وردوان من الله والله بصيرا بالعباد ما ما هو لون التربية الذي تلاحظونه في هذه الآية أو في هاتين الآيتين هو أن الله عز وجل أولا يثبت واقعا ويقرر سنة له أنه أدخل حب هذه الشعيات لقلوب البشر هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنه يلفف أنظار هذه النفوس إلى شيء ألذ لها يأبقى إلى شيء أمت علىها في باب ما تتشهق وفي باب ما تتتلبه فكأنه يقول لها لهذه النفس ألفت تبتغين هذه الشعيات لقد أعدت لك هذه الشعيات نفسها ولكن في نطاق أمتع وعلى مصاحة من الزمن أبقى لم يعتريه ولم يلحقه أي زوال أو انتباع فلتتركي هذه الشعيات العاجل الآسنة ينتظر قليلا لتجد ما هو أمتع وأبقى وأفضل هذا الكلام لا يقال إلا لنفسا قد استئس من أن تتخلى عن شهواتها وأهوائها ومن هنا ندرك السر في أن الله عز وجل عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عن بعض الجزئيات هذه الجزئيات ما هي هي المتع التي ركب الله عز وجل كل غريز الإنسانية الحب لها وإقبال عليها باعتمار أن النفس قد جبلت على حب هذه الأشياء فالله عز وجل يحدثها أن الجنة التي أعدها الله عز وجل لهائلاء الناس فيها هذه الشعيات نفسها فيها هذه الرغائب نفسها بالتفاصيل التي تقرأونها في كتاب الله عز وجل لكن سمعنا انتقادات ممن يقولك ما الحكم من أن الله عز وجل يتحدث عن الحور العين وكواعد أسراباً وأن الماء والأنهر والمظاهر الإمام والزخارج والزرابي وما إلى ذلك والأطعنة والفواكه ورحم ثير مما يشتهد ما الحكم من هذه الدفئيات الحكم معرفة نفسك ما الذي تشتهد هل هناك شيء تتشاهي النفس غير هذا؟ هذا ما تشتهي النفس ملاذاً من ثم ملاذاً أخرى للسمع والبصر ملاذاً من فرق ركب الإيسان في هذه الدنيا من حيث الغريزة على التموح إلى هذه الأشياء تنعي فيها الداري عز وجل يقول يؤتي به متشابهاً أي أكرمهم في دار آخرة في دار البقاء بملاذ ومتعاً ليس في الآخرة مما يشبه الدنيا إلا الأسماء أما المسميات كما أعدم الفرق وما أبعد الفرق بين الثراء والفرية القصد من هذا الكلام أن النفس الإنسانية على كل الأحوال إلى ما تأتي إلى هذه الغرائب ثم هي إما أن تطمع بها عاجلاً في دار الدنيا تعاني من عثونتها وتعاني من الندامة الباقية بسببها وتظل ذكراها ألماً ونجماً ثم إنها تقع في مغبة شقائن لا نهاية الله وإما أن تتمع بهذه الشعيات ولكن في دار الآخرة إذا من نفس على كل حال هذا ومتطلبها وعندما قال ذلك الصحابية في غزوة أخر وتمأكلها يا رسول الله أرأيت إلى لديك أين أنا؟ فأخي رسول الله صلى الله عليه التي تنتظره وأصبح جامداً من معين هذه الجنة من جوانحه من كلام رسول الله هذا لكن هذا المعنى الغنائي شوقاً إلى هذه في دار الأقضى في مقر صدق عند مليك مكتبر عند رب العالمين لا في العاجلة وفي دار الدنيا التي هي راحلاً عنها لذلك ألقى التمرات التي كانت وقال يا الله إنها لحياة طويلة إن انتظرت أن قاكل هذه التمرات القصد من كل هذا الكلام الذي أقول أن النفس الإنسانية إن تذكت أي أن تتذكت فهي منطولية على رغاء لكن المكتوب منك أن تجعل تماما فيما عند الله لأن تغبس مطامعها فيما تراه في دار الدنيا في هذه الأيام القصيرة هذا هو معنى التذكية لمهما قال بعض الناس أن الإنسان إذا تذكت نفسه يترك الدنيا هذا الكلام مؤيزه الدليل العلمي الواقعي نعم هناك بعض الناس لا يعدون مقلاسا ولا نماذج تعتريهم الأحوال من شبة الخير من شبة الرغبة أو الرغبة لا ينسون مجتهياتهم ينسون دنياهم مهائيا لكنها حالات شاذة يدين الله عز وجل جاء لفربية عامة الناس على مستوى القواعد البشرية التي جذل الله عليها عباده جميعا هذه النقطة الثانية التي ينبغي أن نتبينها إذا عركناها أدركنا أن رحلة التذكية الجهات مجاهدة النفس لا نهايتنا إطلاقا إلا عندما يطرق ملك الموت بابك بل في تلك الساعة أيضا لم تنتهي المحنة ومحنة المحنة في تلك الساعة عندما تخرج يتصاعد يتصل إلى الغرغرة تستطيع أن تعلم أن يزيفة الجهات انتهت آنذا لا يصلت إلى نهاية مراحلها وقد رأى أن أحد الربانيين نعم سمع أثناء مرض الموت أو أثناء سكرات الموت هاتفا يقول لقد أثلت من درافن الشيطان فهني أن لك يعني انتهى الأمر وانتهت المخاطئ المخاطئ فصاح هذا الإنسان العالم الرباني الجميل يقول لا بل بعد لم أثلت بعد هذه نفسها محنة أم يشعر هذا الإنسان بمشاعر العجب يسروه يقتم أمينه وأن ينسى أن لله عز وجل مكرا وأن ينسى أن في عباد الله عز وجل من غضب الله عليهم بعد الربان ومن كرها يصخط عليهم بعد حق للا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يريد هذا الشيطان أن ينسى بهذه الحق إذن مرحلة الجهاد وهذا هو يجب الإنسان المسلم أين كان رجلا امرأة عالما عاميا جاهلا فإذا صار الإنسان في هذا التروح يقطع أشواطا ويصلت النفس خرجت عن مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المتمئنة وليس معنى النفس المتمئنة النفس التي نفضت يدها عن شهواتها أبدا على الرغم من أن شعواتها تعتلج في داخل هذا النفس ولكنها تطمئنه ما يرضي الله ولا تريد أن تستجيب لرعوناتها أبدا وهذا هو مكان الأجر وهذا هو مناق محبة الله عز وجل لهذا الإنسان إذا صار الإنسان كدما في هذا الطريق تأيئ لإقامة المجتمع الإسلامي الذي ينسبه كثيرا من الناس ذلك لأن الإنسان عندما ينهض من مثل هذه النفس فيشفق الطريق إلى تطبيق الإسلام على الأصعيدة كلها كما تتصورين فإن عمله يكون خاليا عن شوائد النفس خاليا عن حديدها خاليا عن الأهواء والشهوات لا يمكن أبدا أن يعمل عملا باسم الإسلام وهو في الحقيقة إنما ينبر غائب نفسي وأنذروا أيها الأخوة ما أكثر الذين يرفعون لي الجهاد في سبيل الله باسم الإسلام ولو نذرت إليهم من كثبا أو من قرب لشمنت رائحة العصبية والانتصار للناد والانتصار للنفس في سلوكهم وأعمالهم العزيبة وما أكثر من قره الإسلام عندما رأى هذه المضايا لأسينا عندما نجد هذه الأعمال تظهر باسم الإسلام وتأخذ إطارا إسلاميا الباري عز وجل طيبا لا يقبل إلا طيبا هكذا يقول رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وعذر إلى الأمر الذي تنادده أيا كان وعذر إلى جذور دوافعك فإن رأيت حرقا في هذه الدوافع يعود إلى حظا من حفوضك يعود إلى رغبة في أن تسبح لسانا أميرا زى شعر زى قياده إن رأيت أنك بيابة تشفي ظليل نفسك ضد عداية لأشخاص تعد لهم فعلم أنك لست هلاك يعلم أن هذا العمل لا يبالي به الله ذالكا ولا يجر إليه أبدا فإن كنت في نفسك ماذا أصنع نفسك تتغلب عليه أنا إن كنت خطيبا بين الناس أحمسهم رأيت النشوة تطوف برأسي وأشعر أنني قد انتشيت نشوة ولا كنشوة السكر بسبب الأعجاب بنفسك لا أستطيع أن أتخلص منها إن رأيت من زمن وانتقصني أجد ثورة لاهبة بين جوانحي تضطرني إلى إذائه باسم الإسلام وأنا أعلم أنني أنتصر من نفسي لا أعلم ذلك طبعا للناس ماذا أصنع أنا ربما أسير وأصون وأذون وأقصد من وراء ذلك ربحا ناديا يسأل ما العلاج إن له العلاج قبل العلاج تشخيص الدار أنت كفزت إلى هذه المرحلة فوق مراحل لم تتجاوزها ولم تؤدها حقها ألا وهي تذكية النفس مجاهدة النفس السيطرة على تغيان النفس لما لم ترد نفسك لما لم تتذكر إلى الله لما لم يكن لك حظ فيه الأسحار تقوم وتناجي فيها الله سبحانه وتعالى تسأله أن يتاهر نفسك من شائدها ثم كفزت رأسا إلى تنت الأعمال الأخرى هذه الأعمال كلها فيها حظوز النفس كلها للنفس فيها رغائب تغلبت رغائب نفسك على السعي إلى مرضات ربك ومن هنا فإن هذه الأعمال غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أبدا هذه خلاصة ما ينبغي أن نتمع من معنى معاني هذه الأعمال وليس معنى ما قلت أيها الأخوة أننا ننتظر في إقامة المجتمع الإسلامي إلى أن تصلح نفسنا ملائكية هذا الأعمال بعيد بالمنام ولكن المعنى أن علينا أن نبدأ قبل كل شيء من خلق من هذه القاعدة السلبة وهذا الأساس العريم حتى إذا صارت نفسنا أشواطا أشواطا ما هو هذه التزكية بدأنا بنياجب السال جنبا إلى جنب ولكن لابد من أن يكون المنطلق من هذه القاعدة كما يضح ذلك الكمام النواري رحمه الله تعالى ثم يبدأ بالأحاديث حديث الأول عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أي هذا الحديث أجم حديث قدسي من عادني يليا فقد آذنته بالحرب لما تقرب إلي عبي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لما يزال عبدي يتقرب إلي بالموافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبكش بها يبكش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينك ولئن استعاذني لأعزنك رواه البخاري هذا الحديث من العجب فيما يراه كثيرا من الناس ربما أن الإمام النووي حشره في باب الجهاد والمجاهدة وما أكثر من يتساءل ما على كتاب الحديث بباب المجاهدة ولكن الجهاد عرفناه أيها الأسوة نحن الآن نتكلم عن القاعدة الصلبة والأساس العريب المجاهدة لمعنى الجهاد الذي يؤمر الله به كل فردا 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 من الناس مجاهدة النفس هذا الحديث إذا من أولين إلى آخرين تخطيط مجانب هام جدا من مراحب هذا الجهاد يبدأ هذا التخطير بقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق لعلمني المناسب قبل كل شهر أن نعرف معنى الحديث القدسي الحديث القدسي كل كلام يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين بحيث تنظر إلى الكلام فتجد أن الدمير فيه دمير المتكلم والمتكلم من؟ الله عز وجل لكن بشأن أن تكون الصياغة والعبارة والأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهو قرآن إذن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن كلاما ينقله رسول الله عن رب العالمين على أن يكون المعنى والصيغة والألفاظ كله من عند الله وليس لرسول الله فيه شيء إلا أنه ينقله أما الحديث القدسي فهو ذلك الكلام الذي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين لكن على أن تكون الصياغة والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي يلياً فقد آذنته بالحرب من اليلي؟ فاليلي في اللغة العربية مقصودة هذه الكلمة من الولاية والولاية في أصلها بمعنى القرب فأنا أقول بيني وبين سلان ولاية أي في قرب ولذلك قد يكون هذا القرب معبراً به عن قرب خادم لسيد وقد يكون معبراً به عن قرب سيداً لخادم على كلمة الصلى التي ديناه ما هو القرب ومن ثم فقد جاز أن يتوق على الخادم اسم الولاية بالنسبة لسيده وجاز أن يتوق على سيد نفس هذا الكلام هذا أصل معنى كلمة ولاية ثم إلا الإنسان الذي تحبه الله عز وجل قطعاً حب الله عز وجل ومبنيه إليه فإذا دل إلى الله عز وجل بنية حب بنية رباً بنية ذكر بنية مراقبة فقد أصبح هذا الإنسان يلياً من أولياء الله عز وجل لقد عرف القرآن معنى اليوم تعريقاً بسيطاً واضحاً عندما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنين قد يقوم القارئ منهم جاء الجواب في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يبتقوا هما شرقان اثنان خوف ما يجد فقد تحققت الإله إيماناً حقيقياً يستقر في العقل وينعكس إلى العاطفة وخوفاً من الله عز وجل يأخذ بمجامع النفس يرده عن المحرمات ويدفعه إلى القيام بالواجدة فكل إنسان يجب فيه آذان الشرقان واحداً هو من أولياء الله سبحانه وتعالى إذن المعال الزائد التي يتخيلها بعض العوام من الناس لكلمة ولي أو للوجل الوليد من كرامه من خوار كل هذا لا كيمة له ولا شؤمنه ولا يختر في باله معنى الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى رد ولياً من أولياء الله عز وجل ليست له أي كرامة لأي خارقة وقديماً قالوا الاستقامة هي الكرامة أي عين الكرامة هذا الإنسان الذي يكون بهذه المفاذة لهدد الله عز وجل كل من يناصبه عذاءاً أو يكون بينه وبينه أي صلة سلبية تتمثل في أي أذن أو غير ذلك وهذا الكلام له كثنة وله بقية شرح سنأتي إليها إن شاء الله فيما بعد ترجمة نانسي قنقر